كادم مدير عام منظمة الصحر العالمية تدرس أدهنوم أن القوات الإسرائيلية تواصل قصف المنشآت الطبية في شمال غزة في الوقت الذي تستأنف فيه المنظمة حملتها للتطعيم ضد شر الأطفال بعد الاتفاق على هدنة إنسانية للسماح باستمرار الجولة الأخيرة للتطعيم أشار أدهنوم إلى أن فريقا من المنظمة كان موجودا في مركز شيخ ردوان للرعاية الصحية الأولية في شمال غزة قبل وقوع الهجوم بقليل وأوضح مدير عام منظمة الصحة العالمية أن هذا الهجوم أثناء الهدنة الإنسانية يعرض قدوسية حماية صحة الأطفال للخطر وقد يثني الآباء عن إحضار أطفالهم للتطعيم مشددا على ضرورة احترام هذه الهدنة الإنسانية الحيوية بشكل مطلق مجددا الدعوة إلى وقف إطلاق النار